حل صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد اليوم بجدة لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها العادية الثانية والثلاثين التي تستضيفها المملكة العربية السعودية ووجد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة نائب أمير منطقة مكة الأمير بندر بن سلطانة كما تقدم لسلام على سموه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفراقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطا وسفير صاحب الجلالة بالمملكة العربية السعودية مصطفى المنصوري وأعضاء الصفارة المغربية وبعد استراحة قصيرة بالقاعة الشرفية للمطار تشكل موكب صاحب السمو الملكي نحو مقر إقامة سموه بجدة